الوحدة الرابعة المصفوفات نبدأ بتعريف المصفوفة المصفوفة هي ترتيب مجموعة من العناصر في شكل صفوف وأعمدة ويتم وضع عناصر المصفوفة بين خسين أكذا ويرمز لعدد الصفوف بالرمز M وعدد الأعمدة بالرمز N والصورة العامة للمصفوفة التي عدد صفوفها M وعدد أعمدتها N أي من الردبة M في N هي كما هو واضح العنصر الأول في المصفوفة A1 A1 2 A1 3 A1 N A1 1 يعني العنصر الموجود في الصف رقم 1 والعمود رقم 1 A1 2 أي العنصر الموجود في الصف رقم 1 والعمود رقم 2 A1 3 أي العنصر الموجود في الصف رقم 1 والعمود رقم 3 وهكذا A1 N العنصر الموجود في الصف رقم 1 والعمود رقم N كذلك a2 3 يعني العنصر الموجود في الصف الثاني والعمود الثالث وهكذا إلى a mn أي العنصر الموجود في الصف رقم m والعمود رقم n وأي عنصر في المصفوفة يرمز له بالرمز aij حيث i ترمز إلى رقم الصف وجي ترمز إلى رقم العمود كما وضحنا مثلا A2 3 تعني العنصر الموجود في الصف رقم 2 والعمود رقم 3 وهكذا ردبة المصفوفة ردبة المصفوفة بتساوي عدد الصفوف M في عدد الأعمدة N نبدأ بعدد الصفوف في عدد الأعمدة على سبيل المثال المصفوف A مكونة من صفين وعمودين يقول أن هذه المصفوفة من الردبة 2 في 2 عدد الصفوف عدد صفوف 2 صفوف وعدد الأعمدة 2 أيضا مصفوفة عدد صفوفها 2 وعدد أعمدتها أيضا 2 أي أن المصفوفة من الردبة 2 في 2 كذلك المصفوفة B هي مصفوفة مكونة من 3 صفوف وعمودين يقول أن هذه المصفوفة عدد صفوفها عدد الصفوف 3 وعدد الأعمدة 2 أي أن هذه المصفوفة من الردبة 3 في 2 كذلك المصفوفة C هي مصفوفة من الردبة 2 في 3 لأن عدد صفوفها 2 وعدد أعمدتها 3 كذلك المصفوفة D هي مصفوفة من الردبة 3 في 3 لأن عدد صفوفها 3 وعدد أعمدتها 3 كذلك المصفوفة E هي مصفوفة من الردبة 3 في 1 مكونة من 3 صفوف وعمود 1 ثلاثة عدد الصفوف وواحد عدد الأعمدة كما هو واضح أي مصفوفة من الردبة 3 في 1 المصفوفة L هي مصفوفة من الردبة 1 في 3 لأن هذه المصفوفة مكونة من صف 1 وعدد صفوف و3 عدد الأعمدة مكونة من صف 1 و3 أعمدة كما هو واضح أي مصفوفة من الردبة 1 في 3 بعض أنواع المصفوفات أولا المصفوفة المربعة المصفوفة المربعة هي مصفوفة يكون فيها عدد صفوف مساوي عدد الأعمدة أي أن M يساوي N مثال المصفوفة A مكونة من صفين وعمودين يقول أنها من الردبة 2 في 2 وبالتالي تسمى مصفوفة مربعة لأن عدد صفوفة يساوي عدد أعمدتها يساوي 2 المصفوفة المربعة يكون فيها قطرين القطر الرئيسي كما هو واضح القطر السانوي كما هو واضح أيضا كذلك المصفوفة B هي مصفوفة مربعة أيضا لأن عدد صفوفها 3 وعدد أعمدتها 3 أي أن عدد صفوف يساوي عدد الأعمدة يساوي 3 وهذه المصفوفة أيضا فيها قطرين القطر الرئيسي والقطر الثانوي لاحظ في المصفوفة المربعة أثر المصفوفة يساوي مجموع عناصر القطر الرئيسي أي أن في هذه المصفوفة يقال أن أثر المصفوفة أثر المصفوفة يساوي 1 زائد 7 زائد 4 أي يساوي 12 أي أن أثر المصفوفة يساوي 12 أثر المصفوفة هو مجموع عناصر القطر الرئيسي ثانيا المصفوفة المستطيلة المصفوفة المستطيلة هي المصفوفة التي فيها عدد الصفوف لا يساوي عدد الأعمدة أي أن M لا تساوي N مثال المصفوفة B هي مصفوفة مكونة من ثلاثة صفوف أي من الردبة الصفوف أي من الردبة ثلاثة في اثنين وعدد الأعمدة عمودين لأن هذه المصفوفة مكونة من ثلاثة صفوف وعمودين أي أن عدد الصفوف لا يساوي عدد الأعمدة وبالتالي هذه المصفوفة تسمى مصفوفة مستطيلة كذلك المصفوفة C هي مصفوفة مكونة من صفين وعد الأعمدة 3 مكونة من 3 أعمدة وبالتالي هي مصفوفة من الردبة 2 في 3 وعد صفوفها يساوي 2 وعد الأعمدة يساوي 3 وبالتالي عد صفوفها يساوي عد الأعمدة وبالتالي تسمى مصفوفة مستطيلة رقم 3 مصفوفة الوحدة مصفوفة الوحدة هي مصفوفة مربعة كل عناصرها أصفار مع عدى عناصر الكطر الرئيسي تساوي الواحد مصفوفة الوحدة يرمز لها بالرمز i فمثلا المصفوفة i هي مصفوفة عدد صفوفة 2 وعد عمدتها 2 هي مصفوفة من الردبة 2 في 2 واضح أن عناصر الكتر الرئيسي مساوية الواحد وباقي العناصر كلها أصفار كذلك المصفوفة i هي مصفوفة مربعة لأن عدد صفوفة 3 وعد عمدتها 3 واضح أن عناصر الكتر الرئيسي مساوية الواحد كما واضح أما باقي العناصر في المصفوفة كلها أصفار خصائص مصفوفة الوحدة الخاصية الأولى حاصل ضرب مصفوفة الوحدة في نفسها يعطي أيضا مصفوفة الوحدة أي أن i في i يساوي i تربيع يساوي i الخاصية الثانية مصفوفة الوحدة بتسمى المصفوفة عدمة الجود لأن ضرب مصفوفة الوحدة في نفسها عدة مرات تعطي مصفوفة الوحدة دون أن تتأثر من عمليات ضرب أي أنه عند ضرب مصفوفة الوحدة في نفسها n أو عدد n من المرات يساوي مصفوفة الوحدة i plus n يساوي i الخاصية الثالثة حاصل ضرب مصفوفة الوحدة في أي مصفوفة أخرى مثلا بافتراض حق شرط الضرب وسنتكلم فيما بعد عن شروط ضرب مصفوفات يكون ناتج ضرب مصفوفتين هو المصفوفة أي أيضا أي أن مصفوفة الوحدة في جبر المصفوفات تحل محل واحد في الجبر العادي ترجمة نانسي قنقر